في قديم الزمان عاش نبي كريم وهو موسى بن عمران عليه السلام ولد عليه السلام في مصر وفي زمن ضعفت فيه شوكة بني إسرائيل وضربت عليهم الذلة والمسكنة فكان فرعون مصر يذيقهم الذل وشتى أنواع الإهانة حتى أنه في نهاية الأمر أمر بذبح مواليدهم الذكور لأنه رأى في منامه نارا كبيرة تخرج من بيت المقدس فتحرق كل بيوت مصر وأهلها إلا اليهود وكذلك لأنه وصل إلى مسامعه أن بني إسرائيل يتحدثون عن نبي يأتي من أصلابهم يقوم برفع الظلم عنهم ويقتل فرعون فأرد فرعون أن يقطع نسل بني إسرائيل من الذكور حتى لا يتحقق حلمه ولا تتحقق نبوآتهم شاءت حكمة الله وقدرته أن يحفظ موسى عليه السلام من بطش فرعون فأوحى إلى أمه الخائف عليه أن تضعه في صندوق وتلقيه في النهر فالله سبحانه وتعالى يحفظه من كل شر ووعدها الله جلت قدرته أنه سيرده إليها في نهاية المطاف وأنه سيجعله رسولا له يرفع الظلم عن بني قومه من اليهود ألقت أم موسى ولدها في البحر وقلبها يكاد يتمزق ألما وحزنا عليه ولكن ما كان يعزيها أنها ألقته إلى رحمة الله وحفظه وماذا حدث له يا جدي؟ بينما جواري آسيا زوجة فرعون يجلبنا الماء رأينا صندوقا فقمنا بالتقاطه وأخذناه إلى آسيا زوجة فرعون التي ما أنفتحت حتى رأت فيه طفلا حديث الولادة فأوقع الله حبه في قلبها فلما جاء فرعون ورأى الطفل الصغير أراد أن يذبحه ولكنها رجته أن يبقي عليه لتقوم على تربيته لعله يكون ولدا لهما فوافق فرعون وهو لا يعلم أنه يطبق إرادة الله جلت قدرته وأنه بدأ ينسج كفنه بيديه أحضر فرعون المرضعات لإرضاع موسى عليه السلام ولكنه أبى أن يقبل ثدي أي مرضعة فحاولوا إطعامه بشتى الطرق إلا أنه رفض وكان رفضه إتماما لإرادة الله سبحانه وتعالى فعندما ألقته أمه في البحر كانت جزعة عليه ولولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت فؤادها وإلا لكانت فضحت أمرها وأمر ابنها من شدة خوفها علي وكانت قد أمرت ابنتها أن تتقصى أخبار أخيها فلما رأت أخت موسى أنه لا يقبل أي مرضعة أظهرت نفسها لهم فقالت أخت موسى سيدي فرعون إنني أعرف امرأة قد يقبل هذا الصغير الرضاعة منها وأين هي هذه المرأة؟ جلين عليها فقد احترنا في أمر هذا الطفل أخذتهم أخت موسى إلى أمها فأعطوها طفلها الرضيع فتحقق وعد الله سبحانه وتعالى لها سبحان الله إنه على كل شيء قدير نعم يا أحمد إن الله على كل شيء قدير بقي موسى عليه السلام مع أمه تغمره بحنانها وتحيطه برعايتها وعنايتها إلى أن بلغ الأربعين من العمر وهو سن الرشد في ذلك الوقت وبينما هو ذاهب إلى المدينة إذا به يرى رجلين يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل والآخر من الفرعنة رأى الإسرائيلي موسى عليه السلام فصاح قائلا يا موسى يا موسى انصرني يا ابن العم أجابه موسى عليه السلام ما بالك لماذا تقتل مع هذا الفرعوني إنه يريد قتلي فانصرني عليه ضرب موسى عليه السلام الفرعوني ضربة أراد بها إخافته كي يترك الإسرائيلية وشأنه إلا أن الفرعوني مات من تلك الضربة وماذا فعل سيدنا موسى؟ حزن موسى عليه السلام حزنا شديدا فهو لم يرد قتل الفرعوني واستغفر الله على ما اقترفت يداه من الإثم فغفر الله له وذات يوم إذا بنفس الإسرائيلي يقتتل مع فرعوني آخر فلما رأى الإسرائيلي موسى صرخ قائلا يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى أي تعال تعال وانصرني مرة أخرى؟ نعم نعم لذلك قال له موسى عليه السلام والله إنك لرجل شرير كثير الشجار واتجه موسى إليه يريد فض النزاع فحسب الإسرائيلي أن موسى يريد قتله فقال له أي أتريد أن تقتلني كما قتلت الفرعوني في الأمس؟ لما سمع الفرعوني هذا الكلام هرب إلى قومه وأبلغهم أن موسى قتل واحدا منهم فأرسل فرعون في طلب موسى عليه السلام يريد قتله سمع رجل محب لموسى عليه السلام ما دار في قصر فرعون فذهب إلى موسى محذرا إياه قائلا يا موشى يا موشى لقد علم فرعون أنك قتلت واحدا من جماعته وهو جاد في طلبك حتى يقتلك فهرب اهرب من هذه المدينة حتى لا يقبض عليك فرعون وهل عمل سيدنا موسى بمشورته؟ نعم لذلك خرج موسى عليه السلام من مصر إلى مدين وهناك وجد مجموعة من الناس حول بئر ماء يستقون منه ووجد فتاتين مترويتين تنتظران انصراف الرجال قال موسى عليه السلام ما خطبكن ولماذا لا تستقين الماء؟ إن هؤلاء الرجال لا يسمحون لنا بالاستقاء إلا عندما ينتهونهم أولا قال موسى عليه السلام ولماذا لا يأتي والدكما ويستقي لكما؟ إن أبانا شيخ كبير في السن ولا يستطيع مزحمة الناس على الماء شق موسى عليه السلام طريقه بين الرجال وسقى لهما قبل الجميع ولم يستطع أحد من الرجال الاعتراض فكان عليه السلام قوي البنية شديدا في الحق يهابه الجميع ثم جلس موسى عليه السلام في ظل شجرة ليستريح من عناء رحلته قصت الفتاتان على أبيهما ما كان من موسى عليه السلام فقال أبوهما فلتذهب إحداكنا وتدعو هذا الضيف إلى بيتنا فوالله إنه لرجل شهم ذهبت إحداهما تمشي على استحياء إن والدي يدعوك للنزول ضيفا عليه فتفضل معي أجابها موسى عليه السلام بالقبول وذهب مع الفتاة إلى بيت أبيها فسأله أبوها من أنت يا رجل أجابه موسى عليه السلام أنا موسى بن عمران ومن أي البلاد أنت؟ أجابه موسى عليه السلام أنا من مصر وقومي هم بن إسرائيل ولماذا جئت إلى هنا؟ ما أظنك طالبا للرزق فالخير وفير في مصر أجابه موسى عليه السلام بل جئت هاربا من فرعون وقومه فهم يريدون قتلي وقص موسى عليه السلام للشيخ قصته لا تخف لا تخف فقد نجوت من القوم الظالمين وعندما اختل الشيخ بابنتيه قالت إحداهما يا أبتي استأجره ليرعى لنا الغنم فنحن بحاجة إلى رجل قوي يحمينا ويرعى أغنامنا وهذا والله لقوي أمين نعم الرأي والله يا ابنتي إنه لرجل شهم نبيل وسأعرض عليه العمل لدينا عرض الشيخ على موسى عليه السلام العمل لديه فقال يا موسى يا موسى هل تعمل لدي في رعي الأغنام ثمان سنين وإن أتبعتها عشرا أكون شاكرا لك وفي المقابل أزوجك إحدى ابنتي هاتين وهل وافق سيدنا موسى على عرضه نعم وافق موسى على عرض الشيخ وتزوج إحدى هاتين الفتاتين وعاش معها فرحا مصرورا بعد مدة من الزمن حن موسى عليه السلام لوطنه فأراد العودة فاستأذن من الشيخ الذي أعطاه العديد من الأغنام فسار عليه السلام مع زوجته إلى مصر وفي الطريق تاه موسى عليه السلام فأخذ يمشي في الصحراء على غير هدى وفيما هو كذلك إذ رأى نارا فقال لزوجته سوف أستطلع الأمر وأسأل من هناك عن الطريق وسوف آتي ببعض من هذه النار حتى نستدفئ بها ذهب موسى عليه السلام ناحية النار فلما وصلها ناداه الله تبارك وتعالى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس قوى وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاحبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم فبهت موسى عليه السلام فهو ينظر حوله ولا يرى من يكلمه وقال الله جل وعلا وماتيك بيمينك يا موسى ولقى الله العظيم فقال موسى عليه السلام في عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى فقال له الله سبحانه وتعالى فلما ألقاها على الأرض فإذا هي تتحول إلى حية كبيرة فخاف موسى عليه السلام ولكن الله جلت قدرته ناداه مطمئنا له يا موسى أقبر ولا تفض إنك ممن الآمنين ولقى الله العظيم وقال الله جل وعلا أسلك يدك في جيبك لتخرج بيضاء من غير سوء ولقى الله العظيم فوضع موسى عليه السلام يده في جيبه ولما أخرجها كانت ناصعة البياض لا يوجد بها شائبة فكانت هذه الآيات مصدقة لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث رسوله وكليمه به فقال له الرب تبارك وتعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم وأمره الله سبحانه وتعالى أن يذهب إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى الهدى وترك ما هم فيه من ضلال حار موسى عليه السلام فكيف يذهب إلى فرعون وهو مطلوب له لأنه قتل واحدا من أتباعه فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل له أخاه هارون يعينه وينصره ويساعده في مهمته لأنه أكثر هدوءا وروية وأفصح منه فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى طلبه توجه موسى وهارون ابنها عمران عليهما السلام إلى مصر فوجدا فرعون وقد ازداد طغيانا وزاد ظلمه للعباد ذهب موسى عليه السلام لمقابلة فرعون ودعوته إلى دين الله ستكون مواجهة الإيمان مع الكفر إنهما كما قلت يا أحمد قال موسى عليه السلام يا فرعون إني أدعوك لعبادة الله رب العالمين فقال فرعون مستغربا وما رب العالمين أجابه موسى عليه السلام عبدوا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فقال فرعون لمن حوله مستهزئا ألا تسمعون ما يقوله موسى فقال موسى عليه السلام مؤكدا عبدوا ربكم ورب آبائكم الأولين فقال فرعون لمن حوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فقال موسى عليه السلام لفرعون وحاشيته عبدوا رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فوقف فرعون صارخا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري ثم وجه حديثه إلى موسى عليه السلام وقال لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال له موسى عليه السلام فلو جئتك بمعجزات تدل على صدق كلامي فماذا يكون ردك؟ آتي معجزاتك إن كنت صادقا ألقى موسى عليه السلام عصاه فإذا بها تتحول إلى ثعبان كبير فخاف فرعون ومن حوله من الثعبان خوفا كبيرا وأراهم موسى عليه السلام يده بعد أن أخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء صافية فأرسل فرعون في طلب السحرة قال الله جل وعلا قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون صلق الله العظيم آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فغضب فرعون غضبا شديدا وقال لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فقال له السحرة لن نتبعك ونترك ما جاءنا به موسى من معجزات وليس بسحر فافعل ما بدى لك إنما هذه الحياة الدنيا فاستشاط فرعون غضبا قال السحرة إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى غضب فرعون غضبا شديدا وأمر جنوده بصلبهم وتعذيبهم فكانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء أبررة رجع عدو الله فرعون حين آملت السحرة مغلوبا مغلولا ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر فتابع الله عليه الآيات فأخذه بالسنين وهي سنين الجذب والقحت فأرسل عليه الطوفان ثم الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات بقي فرعون وقومه على ضلالهم قال فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون عندما بلغ موسى ما عزم عليه فرعون لعنه الله جمع قومه وقال لهم يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين لم يحتمل بنو إسرائيل ظلم فرعون وطغيانه فهربوا من مصر وسار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة إلى أن وصلوا البحر فشعروا بالخوف الشديد فما هو السبيل لهم ليقطعوا هذا النهر العظيم وكان خوفهم يزداد كلما اقترب فرعون وجنوده منهم فقد خافوا أن يدركوهم ويقتلوهم وفيما هم في حيرتهم هذه إذ أوحى الله جلت قدرته إلى موسى عليه السلام نضرب بعصى كالبحر فانفلق إلى جزئين فكان كل جزء كالجبل العظيم إن هذه محجزة أخرى لسيدنا موسى عليه السلام نعم إنها محجزة أخرى يا ولدي فما انضرب موسى عليه السلام النهر بعصاه حتى ظهرت فيه طرق عديدة يابسة فأسرع بنو إسرائيل يقطعونه طلبا للنجاة من فرعون وجنوده لحق فرعون وجنوده بني إسرائيل وقطعوا النهر وراءهم وعندما أصبحوا في منتصفه أغرقهم الله وأطبق عليهم الماء من كل صوت عندما أدرك الموت فرعون قال قد أدرك ما كان عليه من ظلم وتكبر آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وقد رد الله سبحانه وتعالى عليه ردا صريحا على عدم قبوله توبته فقال تعالى وقد شكك بعض بني إسرائيل في موت فرعون لأنهم ظنوه لا يموت فأمر الله جلت قدرته البحر أن يلفظ جثة فرعون حتى يكون عبرة للناس قال تعالى اليوم نمجيك ببذنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق الله العظيم سبحان الله بعد ذلك اتجه موسى عليه السلام وقومه إلى الأرض المقدسة وقال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا وتعودوا إلى الكفر وقال له قومه يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون وقالوا له فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون فعضب الله تعالى منهم فكيف يخافون هؤلاء الجبارين وهم ليسوا بجبروت فرعون وظلمه والله نصرهم عليه وهذا دلالة على أنهم لا يتعظون فصلت الله جلت قدرته عليه متيها في صحراء سيناء أربعين سنة ومما حدث في التيه أن رجلا عجوزا كثير المال كان له بنو أخ وكانوا يتمنون موته حتى يرثوه فقتله أحدهم وألقاه في الطريق وفي الصباح وجد الناس جثته وجاء ابن أخيه وصار يصيح حزنا على عمه لم يعرف بنو إسرائيل من الذي قتله فذهبوا إلى موسى عليه السلام وقالوا له يا موسى اسأل ربك من قتل هذا الرجل فسأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فأمره بذبح بقرة قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أتتخذنا هزوا فنحن نسألك من قاتل هذا الرجل وأنت تأمرنا بذبح بقرة قال لهم موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فقالوا له أدع لنا ربك يبين لنا ما هي قال لهم موسى عليه السلام إنه يقول أنها بقرة متوسطة العمر فهي ليست كبيرة ولا صغيرة ولونها أصفر مشرب بالحمرة أدع ربك أن يبين لنا صفات أخرى لها قال لهم موسى عليه السلام إن الله يقول أنها بقرة ليست ذلول تحرث الأرض ولا تسقي الأرض اليابسة ولا يوجد بها بقع فلونها صاف فبحث بنو إسرائيل عن بقرة بهذه الصفات ثم ذبحوها فضرب موسى عليه السلام القتيل بجزء منها فقام من مكانه وهو يتخبط بدمه فسأله موسى عليه السلام من قتلك فأشار الرجل إلى ابن أخيه ثم مات مرة أخرى ويذكر أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل فسئله أي الناس أعلم فقال أنا فاعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك فقال موسى عليه السلام يا رب فكيف لي به فقال الله جلت قدرته له تأخذ معك حوتا فتجعله في وعاء فحيثما فقدت الحوت تجده فأخذ موسى عليه السلام الحوت وكان معه فتاه يوشع بن نون حتى وصلا صخرة فقاما فاضطرب الحوت في الوعاء فخرج منه فسقط في البحر واتخذ سبيله في البحر فلما استيقظا من النوم ولم يجد الحوت بحثا عنه وفيما هما يبحثان عن الحوت إذ بهما يجدان رجلا مغطى بالثوب فسلم عليه موسى عليه السلام وقال له أنا موسى فقال الخضر عليه السلام موسى بني إسرائيل فقال موسى عليه السلام نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال الخضر عليه السلام يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرا فقال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وقال له الخضر عليه السلام فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أخبرك عنه فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فطلبا من أصحابها أن يحملاهما فعرف من في السفينة الخضر عليه السلام فحملوهما وبعد فترة قصيرة فوجئ موسى عليه السلام بالخضر عليه السلام يخلع أحد ألواح السفينة بالقدوم فقال له موسى عليه السلام قوم يحملون بغير أجر تريد إغراق سفينتهم فقال له الخضر عليه السلام ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فقال موسى عليه السلام لا تآخذني بما نسيت ولا ترقني من أمر عسر وبينما هما يمشيان على الساحل أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فقتله الخضر فقال موسى عليه السلام أقتلت نفسا زكية لقد قمت بشيء غريب فقال له الخضر عليه السلام ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فقال موسى عليه السلام إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني إنك محق في قولك من عدم صبري فانطلقا فوصلا إلى قرية فطلبا من أهلها أن يطعموهما فأبوا إطعامهما وفيما هما يمشيان في القرية وجدا جدارا مائلا على وشك السقوط فقام الخضر عليه السلام بإصلاحه فقال موسى عليه السلام قوم أبوا أن يضيفونا فأقمت جدارهم بغير أجر فلو طلبت منهم أجرا نشتري به طعاما فقال له الخضر عليه السلام إنك لم تستطع الصبر يا موسى لذلك هذا فراق بيني وبينك وسوف أخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ثم أكمل الخضر عليه السلام فأما السفينة فكان هناك ملك يأخذ كل سفينة ليس بها عيب بالقوة فخربت السفينة حتى يراها الملك على عيبها فيتركها وعندما يتجاوز أصحابها مملكته يقومون بإصلاحها وأما الغلام الذي قتلته فكان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يحملهما حبهما له على أن يتبعاه على دينه وأرد الله أن يبدلهما به غلاما مؤمنا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان أبوهما صالحا وكان تحت هذا الجدار كنز لهما وأراد الله عندما يكبرا أن يستخرجاه فأقمت الجدار حتى لا يسقط فيظهر الكنز ويأخذه أهل القرية وبهذا علم موسى عليه السلام أن هناك من هو أعلم منه نزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصعد موسى عليه السلام إلى جبل الطور فكلمه ربه ولهذا يسمى موسى عليه السلام كليم الله وكان موسى عليه السلام قد طلب من الله عز وجل أن يراه وقد قال لله سبحانه وتعالى رب أرني أنظر إليك وقال له الرب جلت قدرته قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني صدق الله العظيم صدق الله العظيم فلما تجل الله عز وجل للجبل تحطم الجبل خوفا من الله وخر موسى مصعوقا لما أفاق قال موسى ربي سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم وكيف أنجاهم من فرعون وقومه وكان موسى عليه السلام قد ترك أخاه هارون يرعى قومه ويحافظ عليهم لحين عودته من جبل الطور وقد أخبره الله سبحانه وتعالى وهو على الجبل بأن قومه قد ضلوا وانحرفوا عن دينهم وأن رجلا يدعى السامري قد صنع لهم عجلا من ذهبهم فأصبح يصدر خوارا وأخذوا يعبدونه فرجع موسى عليه السلام إلى قومه غاضبا وقال لهم وقال لهم وصلع منه الهجل وقال لنا هذا ربكم طرد موسى عليه السلام السامري ونبذه القوم فلا يكلمه أحد ولا يكلم أحدا وقد أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بالكلمات العشر وقد سمعها بنو إسرائيل ولم يفهموها ولهذا قالوا يا موسى بلغنا أنت عن الرب عز وجل فإنا نخاف أن نموت قال لهم موسى عليه السلام أن تعبدوا الله وحده لا شريك له وأن لا تحلفوا بالله كذبا والمحافظة على السبت وتفريغه للعبادات وأن تكرموا والديكم لتطول أعماركم في الأرض لا تقتلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشهدوا شهادة الزور وأن لا تمدوا أعينكم إلى بيوت أصحابكم وأن لا تشتهوا نساء غيركم ولا عبيدهم ولا أحياءهم ولا ثيرانهم ولا حميرهم إن هذه القصة ممتعة جدا ونستفيد منها الكثير من العبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر